هنأكل أحلى محشي كرومب وكمان هنعرف الطريقة السليمة للتسوية من غير ما يفك منك وهقول لكم كمان على طريقة جديدة جدا للتسوية بتاعته إزيكم عاملين إيه؟ يارب تكونوا بألف خير صباح الفل والورد والياسمين على عينكم النهاردة زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات هنعمل محشي كرومب نشوف هنعمله زي حط حلة بتغري فيها مياه أكبر حلة عندي تمام نحط شوية كمون في المياه اللي بتغلي دي كده مش كتير وكرومباية أنا أورتها كده شايفين؟ أنا عملت حفرة كبيرة وشلت الراس بتاعت الكرومبا وأورتها بالشكل ده دلوقتي أنا هسلق معاكم الكرومب بس بطريقتين أول طريقة اللي هي العادية اللي احنا بناخد ورقة ورقة و بنحطها كده بنجمع الورقة على بعض في الحلة دي الطريقة العادية المعتادة اللي احنا بنسلق بها الكرومب بتاعنا و بنقلبه على الناحية التانية علشان نتأكد ان الكرومب استوى من ناحيتين طبعا دي الطريقة اللي احنا كلنا بنعملها دي الطريقة المعتادة بتاعتنا و اول لما يبتدي الكرومب يتسلق معنا بنبتدي ان احنا نطلعه على مصفة او صنية كبيرة زي ما انا هعمل دلوقتي كده و خلي بالك الكرومب ما يتسلقش قوي علشان ما يتريش مننا علشان لما نيجي نحشي الكرومب و نيجي نسويه ما يبقاش مهر قوي ويفك مننا والرز يخرج الخطوة دي بتبقى مهمة جدا و دي كده الطريقة الاولى لسلق الكرومب واكيد كلنا بنستخدمها الطريقة التانية ان انا هاخد الكرومباية كلها و هحطها في الحلة دلوقتي اكيد كلكم ملاحظين ان الكرومبا كبيرة جدا على الحلة طب انا عملت ايه انا قلبتها من جميع النواحي كل شوية كنت بقلبها على الجنب التاني لغاية ما كلها ابتدت انها تستوي و مرة واحدة لقيتها نزلت في الحلة تمام و رحت مغطيها علشان اتاكد ان الكرومب كله استوى من جوه لان طبعا الكرومباية كلها انا حطتها عشان اوريكو الطريقة التانية ما حبيتش اشيل المقطع ده من الفيديو علشان لو حد وقع في نفس الموقف ما تقلقش خالص خالص الكرومب استوى معي و انا بشيله دلوقتي بكل سهولة الورق بيتشيل معي اهو زي ما انتو شايفين هنحضر دلوقتي خلطة المحشي هجيب الحلة بتاعتي وحط معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت وهنزل ببصلتين مفرومين وهشوحهم تشويحة بسيطة جدا كده و انا بعمل خلطة حلوة قوي بحطها على البصل بجيب التوم وبجيب الفلفل اربع فسوس من التوم وارن فلفل وبضربهم وحضفهم على البصل بتاعي التوم والفلفل بيدي ريحة جميلة جدا جدا وحط دلوقتي التوابل بتاعتي هحط معلقة كبيرة كده من الكزبرة معلقة صغيرة من القرفة معلقتين كبار من البابريكا بتدي لون حلوة قوي قوي للمحشي ومعلقتين كمان من الصلصة واحط ملح دي التوابل بتاعتي هقلب كل المكونات دي مع بعض شايفين لون البصل خاد اللون الاحمر ازاي الريحة كمان جميلة وهنزل بكيلو من الطماطم المعصورة وطبعا كمية الخلطة آآ على حسب الكمية بتاعتك في المحشي انا كانت الكرومبوية معايا كبيرة فانا هعمل الخلطة على قد الكرومب واللي هيفيد هشيله في التلاجة اللي هيفيد من الكرومب نفسه بوريكو دلوقتي انا بقطع الكرومب ازاي بشيل العرق بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده وبعدين بضم الكرومبوية بالنص بقسمها بالنص وبلفها وبجيب السكينة وبقطعها دي اسهل طريقة لتقطيع الكرومب وبقداية ببتدي ان انا ايه آآ ببتدي ان انا ققطعها على حجم الكطعة بتاعتي اللي انا عايز اقلفها طبعا انت بتتحكمي في الكطعة هي بتبقى طويلة جدا زي ما انتوا شايفين كده ورقة كبيرة وانت بقى بتقطع الكرومب على حسب انت عايز الكرومبوية نفسها آآ تبقى طويلة ولا صغيرة ولا وسط فده بيرجعلك انت كده انا عملت الكمية كلها بتاعت الكرومب وماشاء الله الكمية معايا كبيرة وزي ما قلتلكم انا هعمل على قد الخلطة بتاعتي واللي هيفيد هنحطه في التلاجة لاي وقت تاني نيجي نعمل محشي نستخدم ودلوقتي انا بقطع الخضرة بتاعتي بقدونس وكسبرة وشبت انا بحب الخضرة كتيرا في المحشي فعلى حسب انت بتحبيها كتيرا ولا لا انا قطعت اتنين بقدونس وحدة كسبرة وحدة شبت دلوقتي انا بشوف التسبيكة بتاعت استوت ولا لا ما شاء الله رحتها جميلة جدا هضيف التوابل الكمون والملح وفلفل اسود وهجب نعناع جاف وهفركه ما بين ايديها وحط معلقة كبيرة من النعناع الجاف انا كده زبطت التوابل تاني وهدوق الملح بتاعي المهم ان انا زبطت التوابل بتاعتي وهضيف الخضرة وهقلبها تقلبتين كده مع التسبيكة واخر حاجة هضيفها الرس دول 3 كبايات كبار من الرس الكباية اللي هي المج وهقلب كله مع بعض وهنبتدي نحشي المحشي بتاعنا هجيب الحلة وهحط فيها ورقة خضرة من الكرومب انا الورقة دي سلقتها عشان احطها في الاعر بتاع الحلة كده بجيب ورقة الكرومب وبحط على حرف الرس وبعدين ببتدي ان انا الفها بالشكل ده وكمان لما نيجي نلف الكرومب نبتدي بعد ان ما نلفه بنشيل اي رز متبقى كده عليه علشان الرز ده بيطلع على الحلة وبيخلي شكل الحلة مش حلو حاوليكم دلوقتي طريقتين للف الكرومب دي الطريقة الاولى واكيد كلنا بنعمل كده بنلف الكرومب بالشكل ده هاقل لكم دلوقتي على طريقة تانية سهلة جدا لأي حد ما بيعرفش الف الكرومب بيديه وهنرسه في الحلة نبتدي ان احنا نرسه رصة حلوة علشان لما نيجي نقدمه يبقى حلو معانا ويطلع معانا ويطلع معانا ويطلع معانا ويطلع معانا ويطلع بيديه مزبوط ده خلاص انا قربت اخلص المحش بتاعي انا عايز اقول لكم فاض معايا ورق من الكرومب قطيته في الفريزل كده تمام هنبتدي نسوي المحش بتاعنا انا بسويه ازاي بحط معلقة كبيرة من الصلصة وبضيف مرأة اي مرأة عندك انا عندي مرأة لحمة انا بحب مرأة اللحمة في المحش بالزيت مش عارفة ليه بحس ان بيبقى طعم المحش حلو بتحط كمية مناسبة من الشربة بتاعتك انا عايز اقول لكم ان الشربة بتاعتي فيها التوابل بتاعتها وكل حاجة بس برضو انا بحط توابل تانية بحط معلقة كبيرة من الفلفل الاسود وكمان بحط معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة وبقلبهم مع بعض ما بحطش ملح لان انا جيت ادوق الشربة لقيت الشربة الملح بتاعها زيت شوية وهنضيف الشربة على المحش بتاعنا كده وهنجيب طبق يكون بيتحمل الحرارة هغطي بيه السطح بتاع المحش بتاعنا علشان الرز مايفكش وتطلع الورقة بتاعت الكرومبو متماسكة اول حاجة اشغل النار لمدة عشر دقايق على نار عالية وبعدين هبتدي اشيل الطبق بتاعي وهغطي الحلة وهوطي كمان النار لو احتاجنا ان احنا نزود شوية شربة كمان مفيش مشكلة هنزود ونغطي ونهدي النار وكده المحش بتاعي بعد مستوى شايفين هنغرف كده وناكل حاجة يعني جميلة جدا جدا بصوا اللون بصوا الصباح عامل ازاي شايفين بقى متماسك مفكش خالص احلى طريقة للمحش بتاع الكرومب ان شاء الله هتعملوه بنفس الطريقة وهيعجبكم ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل علشان يوصلك كل الاشعارات باي باي